مع دقيقة المتمر كل اليوم نسائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية أخي الفلاح أختي الفلاحة في حلقة اليوم سوف نتعرف الجميع على أسس تسميد العمق لزراعة الكوكو أو الفول السوداني هذه الزراعة التي تحتاج لكمية معينة من المواد المغدية لحساب نوعية التربة والخصوبة ديالها وكذلك لحساب الإنتاج الذي يريد أن نوصل له أخي الفلاح أختي الفلاحة إذا أردت تعمل برنامج بالعقل للتسميد الكوكو لديك طريقتين طريقة الأولى والتي نصح بها دائما الفلاح تتامد على التحاليل التربة والأوراق والتي يمكن تحدد لك الانجري ديالتباق لردو التغطية طريقة الثانية إذا لم تصلت لتحاليل التربة والأوراق ديالك تتامد على كمية التقديرية الحساب الطعناج الذي نوصل له والاحتياجات التقديرية لكل هكتار وإذا اعتقدنا على استخلاصات هذه الزراعة فممكن قلوب اللي باش نسمده هكتار واحد ونوصل الواحد الإنتاج ديال الخمساحة الستاتون ديالكوكو خاصة نجيبه من 150 تل 200 واحدة من الأزوت من 25 تل 30 واحدة من الفوسفور ومن 75 تل 85 واحدة من بوتاسيوم أخي الفلاح أختي الفلاحة كننصحك بتتبع برنامج تسميد العام قتالي بنسبة لعنصر الأزوت باستعمال نصف الاحتياجات قبل الغرس والتي تقدر بمئة واحدة في القطار بالنسبة لعنصر الفوسفور فينصح باستعمال احتياجات كلها قبل الغرس والتي تقدر ب30 واحدة في القطار وبالنسبة لعنصر البوتاسيوم فينصح باستعمال نصف الاحتياجات قبل الغرس والتي تقدر ب40 واحدة وفي الأخير أخي الفلاح أختي الفلاحة فبالإضافة الأسميدة المعدنية خاصة نجيبه في بداية الموسم من 25 تل 30 تل الأسميدة العضوية أو الغبار اللي خاصة يكون من نوعية جيدة وخالي من زرية هذه الأعشاب الضارة هذا الغبار اللي كيساعد في خصوبة وجود تربة واللي غادي تحلل ويعطينا واحدة كمية ولو قليلة من مواد بعدينية مغدية والتي هي خاصة نأخذها باقي الاعتبار برنامج تسميد والله المعين مع دقيقة المتمر اليد في اليد من أجل فلاحة متمرة ومستدامة